أول حاجة الحمد لله على المكسب انت عارف مكسب مهم يعني أولايل جدا لما الفرق بتيجي كاس عالم كتير انت عارف ده طبيعي بتاع الأهلي لكن في الأول في الآخر لازم تقول الحمد لله فيه تعب لعبنا مطش من يومين لعبنا مطش تسعين ديارة كان صعب جدا ربنا وفقك النهاردة اللعبة بتلعب شوية ممكن يكون فيه ناس تعبانة طبعا الله يكون فعونهم اللعبة اللعبة المطشين كاملين زي ما انت قلت كده في الأول في الآخر يعني أهم حاجة انك تكسب وهم حاجة انك تكون كويس انت ممكن في مطشط ما تبقاش كويس بس المهم انك تكسب لان انت عارف نادي الأهلي بيلعب يعني من خمسين لسبعين مطش في السنة أو خمسة وستين مطش في السنة فانك تلعب خمسة وستين بشكل كويس ده مستحيل ده مستحيل مستحيل أي حد بيعرف كورة أو بيتابع كورة أو بمشجع كورة أو لعب كورة يفهم من كلامنا طبعا اللي مش فاهم كورا مش هيبقى فاهم ده عايزك النهاردة كويس بكرة كويس لكن ما بيحصلش طبعا في الحياة إنه واحد يبقى دايما في أحسن حالاته لكن زي ما قلت لك أهم حاجة النهاردة المكسب مباراة جبيرة ببارك اللعبة كلها وجمهير الناس اللي بتيجي تأزيرني هنا من المغرب الناس اللي بتسندنا على طول أنا ما بقى يعني أنا ما عنديش مشاكل مع حده أصلا خالص هو ألا بره الملعب ولا جوه الملعب وحتى لو حصل حاجة في القلب الملعب أو قشت الملعب المطش خلص وخلاص فالدنيا بتقفله بتاع لكن بره الملعب الحمد للعلاكت الكويسة بالناس حتى لو في حد مش قريب مني جدا لكن ما فيش بينه وبينه أي مشكلة لأي حاجة الحاجة التانية الجمهوري يعني أنا أنا الجمهوري الاهلي من ساحة منا جيت النادي سواء في مصر أو بره مصر أنا دايما الناس دي بيتشجعني دايما الناس دي بيتناد علي دايما الناس دي بيتشاورلي أنا دايما بشاور لهم بقول لهم انتوا دايما بعمل ده لما بتكلم بقولي الحقيقة مش هقولي الحقيقة مش هتكلم خالق بس فالناس بتشجعني في كل مكان هل أنا يبقى رضي فعل حاجة بحشر ديهم لا طبعا مستحيل كل حاجة اللي هي وقتها كل الكلام اللي هو وقته زي ما قلت قبل كده كل حاجة اللي هي وقتها لازم انت تبقى عارف انت بتعيش ازاي انت بتتكلم امتى انت بتقول امتى انت بتلعب في نادي كبير وتلعبش في نادي صغير كل حاجة محسوب عليك مهم جدا تبقى عارف امتى تتكلم توقيت امتى امتى ترد او امتى تتكلم عالناس سيبقى لحطة الملعب انت كايكا بتثبت للملعب للمدير الفن فقط مدير الفن فقط ما بتثبتش لحد تاني لان انت بتلعب في نادي كبير معنى كده انك نجم كبير خليوا لك الكريم ركز كواس في الكلام اللي بقولك عليه انت بتلعب في نادي كبير فمعنى كده انك نجم كبير النجم الكبير ما بتقيمش وما حدش يقيمه لأنه بلعب في نادي كبير فهي ما قصدي؟ بس لكن زي ما قلت لك جمهير كله على دماغي ببرك له من النهاردة وبشكر كل واحد في ظهري أو بينتقدني أو 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 الكلام ده كله والله ما بشوفش أصلا حاجة حتى لو شفت بخدها حاجة إيجابية بس لكن زي ما قلت لك أهم حاجة الفوز عندنا مطش كبير المطش الجاي فده أهم حاجة يعني كل الاحترام لريال مدريد أنا بالنسبة لي أعظم فريق في العالم ريال مدريد بالنسبة لأنا لكن ده ملعب وده مطش وده كورة وانت لازم تنزل عشان كده عشان لو نزلت عشان حاجة دانية بتفكر فيها مش هيحصل اللي انت عايزه فانت لازم تنزل عشان ما أكسب هي دي بترجع لشخصيتك بترجع لإسمك بترجع لشخصيت اللاعب اسم الأهلي وشعار الأهلي زي ما هو مش هيتغير يعني اللوجو بتاع النادي واسم الأهلي مش هيتغير شخصيتك انت كالعيب شخصيتك انت كفرقة شخصيتك انت كفي الملعب كل الكلام ده كله بيرجع لك انت زي ما قلت لك اسم الأهلي وشعار الأهلي مش هيتغير انت بالعكس اسم الأهلي وشعار الأهلي واتشيرت الأهلي بيديك دفع قدام أي حد فانت لما تيكي تلعب مطش كبير لازم تعرف قبل أي حد انت هتلعب أنك نادي الأهلي فانت بتلعب على المكسب بس في العيبة استثنائية كده وطبيعة الحال المكدي أبشى واحد منهم يعني بغض النظر حتى عن الاحترافية وعن المهارات فيه لاعب ليه كارزمة خاصة جدا هو كشخص وكمان في أرضية الملعب ده ينطبق بحزفيره على مكدي أبشى وينطبق كمان بحزفيره على كهرباك